السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحضور السلام عليكم السلام نبدأ الحصة طبعا بالنسبة لامتحناتي الهندسة ومثين واثنين حددت الامتحانات مثين وواحد الجامعة غالبا هي بدأت تحدد لأنه متعدد الشعب عادة الجامعة بتحدد بس غالبا بكون انلاين يعني الامتحان مربوط بساسمه بمنصة محددة غالبا الخميس بعد بكرة رح اروح الجامعة من 10-12 فاذا عندكم اسئلة رجاء التواجد في الجامعة بكون بين 10-12 في مكتبي بس ضروري جدا اللي بدك يسأل يكون معا كمامه واحتفظه في التباعد وحد اقصى ثلاث طلاب بكون في داخل المكتب يعني لما تكونوا في داخل المكتب ما بدي تجاوز العدد ثلاثة واضح مش ناقصنا مشاكل مع الدولة فالرجاء الالتزام بالتعليمات الصحية تماما بعد بكرة طبعا لما اكون بالجامعة ما رح يكون في عندك زوم ما رح يكون زوم واضح فالخميس ما في زوم الاحد بنرجع للزوم في هذه الحصة رح نتعرض على أو بعض الاحيان يسمى وهو للمنحنة منحنة عبارة بتعرفه زي السلك بيطلع وبينزل وكذا وكذا فالكسينج بلين هو اقرب بلين على مستوى الالوين للسلك عند النقطة فلاحظ انه هذا البلين هذا كسينج عند النقطة هاي هاي كسينج عند النقطة هاي هاي كسينج عند النقطة هاي فالكسينج يتغير حسب النقطة فالبلين علميا هو Determined by the Tangent Vector الر برايم تي أو التي تي طبعا التي تي اللي هي Unit Tangential Vector اللي هو الر برايم تي مقسوم على طولها يعني نفس الر برايم تي بس طولها واحد هاي التي تي البلين اللي بيحوي واحد من هدول ويحوي النورمال فيكتور اللي تي برايم أو أن تي لبرينسبل يونت فيكتور أيهما أسهل اختار أنت واحد من هدول وواحد من هدول طبعا التي برايم الحصة اللي فاتت أثبتناها أنه عمودي على التي تي التي تي يمثل طوله دائما واحد إذا مشتخته عمودية عليه أثبتناها الحقيقة دا إذن هاي الممهص هاي عمودي على الممهص يعني عمودي على مين؟ على المنحنة و كونتينينج بي ويحوي إيش النقطة بي طبعا إذا عندك المستوى بدي هو واحد من هدول واحد من هدول سوي الكروس بتاعهم بطلع العمودي على هذا المستوى العمودي على هذا المستوى ممكن تقسم على ثنين على ثلاثة تضرب في أربعة حسب تسهيل السؤال ممكن أحصل عميان عن نورمال للكسنج بلين مش الانتي الانتي هاي نورمال للكسنج بلين شو اسموه؟ للكير أيو عمودي على الكير عمودي على الكير خلال 5 Find the unit tangent the principal normal and write the equation of the oscillating plane to the curve C that corresponds to the given T هذا سؤال هاي السي سنج ت وش ت و ت تساو زيرو هذا أعطاني ما قل لي أرسم ما قل لي أرسم إذن ما بضيع وقته بالرسم وجبت لكم إياه سنج كوش عشان تروحوا تراجعوا المشتقات السنج كوش مشتقتها والكوش سنج ما فيش ناقص ما زي الكسان الكسان ناقص طيب نطلع الر برايم تي تطلع كوش تي آي زائد سنج تي زي زائد واحد كي هذا يمثل تانجن دائما غيرت حسب النقطة حسب النقطة ولما يقول لي أتي زيرو كأنه بعطيني إحداثية النقطة هاي فبعوض لما تي صفر الاكس بتاعتك سنج صفر صفر كوش صفر واحد و تي صفر صفر زد فهاي إحداثية النقطة اللي على المنحنة ما بدك المستوى يمر بنقطة فهاي النقطة هلأ بطلع بعوض تي صفر بالر برايم حط صفر كوش صفر واحد سنج صفر صفر وهاي واحد هاي تانجن دائما عند النقطة تي صفر اللي طلعناها قبل شوي لاحظ نسان واحد زيرو واحد إذا طلب منك اليونت تانجن شالف بقسم هاي على طولها قديش طولها جذر اثنين مربح هاي مربح هاي مربح هاي تحت الجذر إذن تي زيرو شو بساوي يقسم هاي كلها على جذر اثنين بتطلع يونت تانجن ديكتر عند تي صفر عند تي صفر وبشكل عام إذا بدك تطلع تي تي لازم تطلع طول الر برايم تي بشكل عام وتقسم الر برايم تي على طول الر برايم تي كوش تربيع وسنج تربيع واحد هاي وما واحد يقول كوش تربيع وسنج تربيع واحد غلط راجع الكوش والسنج قبل ما تيجعل امتحان كوش تربيع زائد تربيع هي واحد أما كوش تربيع ما بساوي واحد ناقص سنج تربيع لا في القانون كوش تربيع ناقص سنج تربيع هي الواحد كوش تربيع ناقص سنج تربيع هي الواحد فقيمة السنش تربيع زاد واحد تساوي كش تربيع وفيه كش تربيع هون أصبح الجواب اثنين كش تربيع بتطلع اثنين برا جذر اثنين وكش تربيع دائما كش موجبة ومش موجبة بس فوق الواحد دائما كش وبالتالي جذر الكش تربيع هي كش إذن R' أو TT تساوي R' ع طولها خسم عكش بطلع هي كده كده يعني كش عكش واحد عجذر اثنين مشتقتها صفر وسنش عكش تانش مشتقتها سنش تربيع سش تربيع والسش مشتقتها ناقص سش تانش ذكروهم أول ثلاثة موجبات وثاني ثلاثة سالبات أوكي هاني طلعت T' T' هاي بشكل عام تمثل عمودي على مين على المنحنة بشكل عام هلا بدي عنده T0 بالضبط حط T0 بطلع الجواب سش تربيع صفر وهون سش تانش الصفر هلا بدنا نجد سش صفر مقلوب الكش كش الصفر واحد فبتطلع واحد على جزر الثنين وتانش الصفر اللي هي سين صفر عكوش صفر وهي صفر بتروح الكي بيضل عندك هاي هاي فيكتور عمودي على المنحنة عندما T تساوي صفر ولو قسمتها على واحد على جزر الثنين بطلع عندك اليونت نورمل اللي هي ايش J حرفيا لاحظها هاي اسهل من هاي على أقل ما فيش فيها جزر وهنا طلعت لك البرنسيب اليونت نورمل وطلعت لك التانجنت فيكتور هلا باخد الكروس بردك للجوز للنورمل J وهاي وين راحت هاي او هاي تنين سيان بس والله هاي احلى حساس انه فيش يش فيها جزر الثنين فبطلع الكروس ببتاعهم بطلع النورمل لمين شو اسمه للكيسين جبلين هاي مماس تانجنت فيكتور وهاي عمودي يونت اخذ الكروس بتاعهم هاي الكروس بتاعهم بده يطلع ناقص آي زائد 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 كي لاحظ هاي عمودي على هاي وعمودي على هاي بما معنى انه الضط بتاعهم يساوي صفر طيب فطلعت العمودي على الكيسين جبلين وفيه عند النقطة هاي طلعتها قبل شوي هاي زيرو واحد زيرو آر زيرو هاي للبوزيشن بكتور طيب اذا معادلة المستوى هي هاي الناقص من هون وهاي الزيرو هاي وهاي الواحد هون وهاي احدثي النقطة زيرو واحد زيرو بسطها بتطلع ناقص اكز زائد زائد تساوي صفر هاي معادلة الوسيليتن بلاين تي تساوي صفر فهذا افضل مستوى حوالينا النقطة بي ينطبق مع مين مع المنحنة لوكالي لوكالي قريب النقطة بي طبعا بعيدا عن النقطة بي ما ليش علاقة فيها بجوز المنحنة يطلع ينزل ما العلاقة بس حاولين النقطة هاي افضل بلاين يمر في المنحنة هو ناقص اكز زائد او زد ساوي اكز في اي تعليق شفار طيب هلا على فرض انه نحلة او دبانة بتطير او طائرة بتمرقش جسم يطير ويطير وفقا للمعادلة هاي rt تساوي هاي xti yt zz k فهاي تمثل حركة جزي position vector هاي ممكن نكتبها كحداثية نقطة xt yt zt position vector الموving particle هلا مشتقة position vector يسمى velocity فالr prime t جسم يتحرك تمثل x prime t i z y t z z t k هاي السرعة باتجاه x axis السرعة باتجاه y والسرعة باتجاه z axis هلا النور متاع velocity المربع السرعة السينية مربع السرعة الصادية ومربع السرعة العينية مجموحهم الجذر التربيعي بتاعه يسمى speed speed سرعة ولكن غير متجهة غير متجهة acceleration بالتعريف هو مشتقة السرعة وهو متجه أو الر فتحتين t طبعا تكامل الر prime t dt بعطيني طول المنحنة أو قدياش المسافة الذي يمشيها النحلة وهي ماشية فst تساوي r prime t dt من a لحد التي بدك إياها هاي الار كلينج فd s dt حسب 101 تساوي اللي جوه مطلق r prime t تساوي بالجامعة من 10 ل 12 يعني لو حضرتك جيتنا على التسعة بتلاقي نيش احتمال اكون في المركز الصحي لو جيتنا على الوحدة برضو بتلاقي نيش فسأكون بإذنه تعالى بين العاشرة و12 يوم الخميس 4 3 بعد بكرة وبالتالي ما في زوم يوم الخميس الزوم يوم الاحد طبعا لما تجيين الخميس بتكون كمامتك على تمك مش تكون حاملها كماماتك معك وتباعد بين الطلبة والحد الأقصى في داخل غرفة المكتب ثلاثة طبعا ثلاثة من نوع واحد يعني ثلاثة 200 و1 أو ثلاثة 200 و2 أو ثلاثة هندسة ما تفرق عندي بالنسبة للامتحان امتحان 200 و1 تابع للجامعة الجامعة لما تعلن عساس موحد الشعب موحد الشعب وغالبا بالنسبة للامتحان ما فيش رجوع يعني السؤال اللي بتخلصه خلص راح عليك ما في ترجع له One way direction هاي بتخلق الطالب بس إذا إجاب طالب يفكر فيها مضبوط هي لصالح الطالب لأنه طالب متردد بيظل يرجع للسؤال ثلاثة برجع لثلاثة كل ما فكر بشغله برجع للسؤال نفسه فهي حفاظا على وقتك الجامعة بتقول لك ما ترجع ما ترجع خلص أعطيه دقيقتين وخمسة وفكر ويجب أن تكون سريح هاي كثير بش اسمه بش كون الطلاب إحنا الأسئلة ما هي أسئلة التعقيد بقدر ما هي سؤال بسيط سؤال بسيط يعني لا تصرف على ثلاث دقائق اصرف دقيقة مش كل الأسئلة قد بعض فيه سؤال يا دوب نص دقيقة حلو وفيه سؤال قد يحتاج أربع دقائق إذن أنت حاول سرع بالإجابة بنيجي للحضور والغياب رقم واحد رقم واحد ضايف هاي عبدالله الشامري غياب رقم اثنين اثنين فاطمة عموري هاي غياب نعم نعم دكتور وبعدين دكتور والله أنا كنت أفكر إنه إنه مشتنا الرقمي رقمي ربعة ثلاثة موجود موجودة موجودة جسمك نور روسان نور رباع بدي نور جهاد سلم روسان أوك رقم أربعة أربعة فخر الخياط مش موجود هاي اثنين ثلاثة أول غياب له هلأ صار تغيير بالأرقام لأنه في طالب راح صبابة واعنة موجودة دكتور رقمك خمسة يا صبا خاضر دكتور غيرية اكتبية رهف النجار نعم دكتور رقمك ستة يا رهف تمام محمود مساعدة نعم دكتور سبعة سبعة غيرتوا غيرتوا أوك نسليني مهدات موجودة دكتور رقمك ثمانية وعنده غياب يا نسلين عندك ثلاث غيابات كمان غيابين بقول لك يعطيك العافية دكتور بسبب الروابط أنا ما كنت عافية أنه يا بأد النظر أنا عندي مثبت ثلاث غيابات أنا مش مسؤول عن الروابط ولا مسؤول عن النت دكتور إحنا متعودين أنه يكون في رابط دائم للمحاضرات فأنت يعني عاجق يعني مدخل الرابط جوة أنا الرابط عندك تاعة الجامعة أنا ما بأجيبه من برة لما أجيب اللي زوم من برة سأعطي إليك حق بسر الرابط من الجامعة نزال هاني موجود دكتور رقماك تسع ينزال فرح فرح المرعي أيها كني دكتور موجودة عشرة يا فرح تمام أيهم إحجازي أيهم إحجازي أي عنده غياب أيهم إحجازي يبقاله حصة واحدة بغيبة أود لأنه عنده أربعة واحد تنين تلاتة أربعة أول فرصة بس يعلنه الامتحان بعطيكم إياه وبريت طريقة غير مباشرة من الفيس قد يكون مستحيح أنه في مد تيرم عليه عشر علامات سري خمسة وعشرين وفي وظائف حوالي أظنني تقريبا ثلاثة برضو إلى خمسة وعشرين مجموحة غالبا هاي الوظائف بتصير برضو مشتركة يعني بيحددها مين المنسق الدكتور إدريس فبس يحكي لنا إدريس وأخبركم أنا بنيجي للكيرفيتشر التقاعر الكيرفيتشر في منحنا بتلاقي مدبب كثير هيك في إشي زي المستقيم وهكذا فتعريف الكيرفيتشر هو معدل تغير دي فاي ع دي أس الفاي اللي هو زاوية ميله مع محور السينات الموجب طبعا بسميها فاي بسميها ثيتا اللي بدكي إياها دي فاي ع دي أس المطلق بتاعها يسمى كيرفيتشر يسمى الكيرفيتشر طيب هلا التي اللي هو هذا التي التيمالة اليونت تانجينت فيكتور اليونت تانجينت فيكتور كونه يونت فيكتور فهو عبارة عن كسان فاي آي زائد سان فاي ج مجموعة مربعاتهم واحد لأنه يونت فيكتور وكونه مماس إذن هاي كسان لزاوية الانكلينيشن اللي فاي أو ثيتا زي ما بتسميها وهي صان ثيتا أو فاي نفس التسمية اشتق بالنسبة للأس للارك لينكث فدي تي ع دي أس تساوي ناقص صان فاي في دي فاي ع دي أس وهون مشتقص صان فاي كسان فاي دي فاي ع دي أس خذ النورم إلها بطلع النورم لدي تي ع دي أس اللي هي تعريف الكيربتشر يساوي الصان تربيع وكسان تربيع واحد لأنه دي فاي ع دي أس بطلع عامل مشترك وبطلع عندك صان تربيع وكسان تربيع اللي هي واحد إذن للبلين كيرب يعني كيرب قاعد في المستوى الكيربتشر هو يساوي معدل تغير لزاوية الانكلينيشن بالنسبة للارك لينكس المطلق بتاعها هلأ في عندنا حالات للبلين كيرب بجوز الكيرب يعطى الاكس تي واي تي يعني برامترك اكوشنز زي الدائرة اكس تساوي خمسة كوسان تي واي تساوي خمسة صان تي هاي بسموها برامترك اكوشنز للدائرة فطبق هاي بدي يطلع عندك بالأخير اكس برايم في واي دبل برايم ناقص اكس دبل برايم واي برايم على اكس برايم تربيع زاد واي برايم تربيع قوة ثلاثة انصاف هاي قانونة بعد التبسيط هاي دي فاي دي اس بطلع هيك طيب اذا الكيف يعطى واي بذلالة اكس واي بذلالة اكس فقانونة مطلق واي فتحتين مشتقل ثاني على واحد زاد واي فتحت تربيع قوة ثلاثة انصاف هاي هاي اجت من هاي وهاي اجت من هاي وايضا ممكن هاي تجيبها منون لانه اذا كان الواي تساوي افو باكس تنساش انه الاكس تساوي اكس يعني نرجع لماذا لحالة هاي الاكس بدلالة اكس اكس او اكس واي بدلالة اكس واي تساوي اكس تربيع اذا نطبق هاي اكس برايم اكس بالنسبة لأكس واحد واي فتحتين هاي اكس فتحتين الاكس فتحة هي واحد اكس فتحتين صفر صفر طلعت هاي في البسط في المقام اكس برايم تربيع اكس على اكس واحد مشتقل اكس بالنسبة البرامتر ما اخذو انا اكس هون واحد زاد واي برايم اكس لدي واي اعدي اكس تربيع كلها قوة ثلاثة انصاف فحقيقة انه هاي ممكن تجيبها من هاي ممكن تحلها انت على البولر في الدار اذا كانت السية ار بدلالة ثيتا فشو القانون اكس اكس تساوي اكس تساوي ار كسان ثيتا وال ار سان ثيتا والثيتا البرامتر طبق هاي طبق هاي بطلع عندك القانون وبشكل عام اذا كان السي ستيس كير اكس تي اي زاد واي تي جي زاد زاد تي كي هاي عندك فيها اكس واي وزد ممكن انبسط القانون اللي فوق هذا القانون اللي هو الكير بجر دي تي عدي اس دي تي عدي اس هاي بتبطل تنفع لنفاي الزاوي اللي بصنعها مع مين محور السينات الموجب هلا اذا اخدت التي بشكل عام الكير بشكل عام سيتها بصنع مع السينات ومع الصادات ومع العينات فهاي تعتبر لاغية هاي مؤقتا لبلين كير بس بشكل عام هي دي تي عدي اس النور من بتاعها هو الكير وبالتبسيط بعد التبسيط بطلع ار برايم كروس ار دفرايم النور من بتاعها على نور من الار برايم تكعيب طبعا الار برايم نورما هي دي اس ع دي تي مشتقة السرعة السرعة الغير متجهة تكعيب الار برايم هي الفيلوزيطي والار دفرايم هي ايش الاخسلاريشن فهي الكروس بين الالكسلاريشن على دي اس ع دي تي تكعيب هاي بالكتاب صفحة سبعمية وثلاثين واذا كان نسختك مش نسختك بتلاقيها باربعطاش خمسة ساعة فهي القانون العام للكير في جر طيب the position of a moving vertical is given by RT تساوي لنتي i زاد اتنين جي جي زاد تي تربيع كي والتي موجبة غصبا عنك التيم موجبة لانه فيها لنتي الدمين بتاعه لنتي لازم كون فوق الصبر find the tangential and normal components of the acceleration and curvature at t تساوي صبر يعني بدي اطلع acceleration والcurvature بعدين بطلع له tangential and normal component الار prime t مشتقة الان واحد على t زاد اتنين مشتقة هاي مشتقة هاي اتنين t وخلي بالك لما تيجي تتعوض زي مع لقت هديك الحصة لازم تتعوض وين بالنقاط الار t الدمين بتاعه t موجبة فما واحد يقول لي والله عندما تيس ناقص واحد الار prime غير معرفة مش موجودة حط t اي عدد موجب بمشي حاله الار فالحي تين اللي يناقص واحد التي تربيع زائد اثنين k مشتقة اثنين j صبر هاي تمثل الاخسلاريشن وهاي تمثل الفيلوسيتي هاي t تسوا واحد بدو t تسوا واحد عوض بطلع الفيلوسيتي واحد زائد اثنين زائد كذا هاي الفيلوسيتي وهي متجه عندما تسوا واحد النور مبتاح اثنين تربيع اربعة واثنين تربيع اربعة واحد جذر التسعة اللي هي ثلاثة تمثل سفيد الeds على dt ال-acceleration حط t بواحد بصير ناقص i زائد اثنين k هاي ال-acceleration t تساوي واحد بدك tangential acceleration a-t تساوي v ض t على ds على dt وتساوي واحد هاي المركبة باتجاه المماس ايا ال-acceleration حللت لمركبتين واحدة باتجاه المماس واحدة باتجاه العمودة ال-a-t هاي هي عبارة عن a dot t unit tangential vector ال-a-n هي عبارة عن acceleration dot n unit normal ف a-n تساوي v cross a norm بتاعها مقصوم على كذا كذا والجواب النهائي بطلع عندي ايش اثنين بنيجي للradius of curvature احنا عرفنا الكير curvature هلأ مقلوب الكير curvature يسمى radius of curvature مقلوب الكير هو اللي يسمى يعني هاي ما بداش وقت الكير فجر بتجوز يقعد مع دقيقتين بس ال-o شكل بها ما بدى وقت هلأ هاي المنحنة c هاي المماس tt unit tangent vector هلأ برسم العمودي هاي العمودي لt prime t بعدين بقسمها على طول بعطين ال-n هلأ اذا مشيت من النقطة b مسافة قدرها ال-rho برض ال-rho طلعت عشرة radius of curvature امشي مسافة عشرة وحدات تعطيك نقطة c هاي c بسموها center of radius of curvature center of curvature هاي c طبعا كيف بحسبها بحسبها كالتالي bc شايفينا من b إلى c هاي عبارة عن ايش طول الفيكتور اللي هو rho طول رو في اتجاه اتجاه ال-bc هي نفس اتجاه normal واتجاه normal هو ايش مش t prime t غلط هذا normal بدي اتجاه بقسم على طول ه هاي هاي unit unit principle normal انقل pc طبعا هي c ناقص بي انقل النقص بالطرف الثاني بصير c احدثية بي زائد الرو اللي طول عشرة في normal vector اللي طلعته قبل شوي طبعا ليش يسمي center of curvature بتذكروا بال شو اسمه بالمصطلحات انه اجه زلزال مقداره اربعة ريختر باللابصر ايش وموقعه مثلا شمال العقبة باربع درجات هاي c هي مركز دائرة مركز دائرة دائرة مين افضل دائرة قريبة على مين على المنحنة عند النقطة بي لوكالي عمالي بتعامل معها لوكالي لو رسمنا عند النقطة c الفرجار فتحة طولها عشر وحدات لأعطتني دائرة قريبة كثير على المنحنة عند النقطة بي ماليش بهاي النقاط نقاط هاي بعيدة اما حوالي النقطة بي افضل دائرة هي الدائرة هاي مركز ها c ونسقط رائع هي الرو دائرة 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 مركز نقطة الأصل ها هي الاكس اللي هي معامل الاي للدائرة اكس تساوي اكو سان تي والواي تساوي اي سان تي طبعا اكس تربيع زاد واي تربيع تساوي اي تربيع وانا معطيك الاي موجبة لا اذا دائرة مركزها نقطة الأصل ونسقط رائع اي بدي اوجد التحدّب بتاح وradius of care future radius of care future طيب هلأ طلعنا r prime بطلع r double prime بطلع r double prime اوكي بطلع الكروس بتاحه اي بطلع a تربيع k يخلي بالك طول r prime اللي هي a بطبق القانون k تساوي الكروس طول على طول r prime تكعيب واي تربيع تكعيب تساوي واحد على اي هاي الكير future لمين لدائرة لدائرة يعني خلي بالك لو كانت الدائرة نسقط ر واحد بالمليون شو كانت تقعر بتاعها مليون مقلوب الريدس فراحب انه دائرة صغيرة بتشوفها محدبة كتير 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 بينما الكرة الارضية قول الريديس بتاحها مليون متر مليون متر فأديش الكيرفجر بتاعها واحد على مليون يعني واحد بالمليون يهدوب فأنت لما تعيش على كرة أو على دائرة نسقط رها كبير جدا بتشعر كأنك قاعد على خط مستقيم طبعا الكيرفجر الخط المستقيم صفر لأنه الوايف اتخذين بتاعته صفر خط مستقيم الوايف اتحق اللي هو الميل ثلاثة ثابت اشتقه صفر فالخط المستقيم الكيرفجر بتاعه صفر فلاحظ انه دائرة كبيرة جدا جدا تجد الكيرفجر تحدبها يقرب الصفر وكأنها خط مستقيم طبعا ريجيس وكيرفجر للدائرة مقلوبها على وهي ايش ايه يعني بيطلع ايش الريجيس وكيرفجر هو نفسه الريجيس تاع الدائرة ولاحظ بالنسبة للدائرة انه الكيرفجر لا يعتمد على احداثية النقطة لاحظ بالاخير الجواب ما صار فيه تي فيش فيش بيتي راحت تي سان تربيع قص تربيع واحد بينما لو اجيت للبرابولة واتساو اكس تربيع الكيرفجر يعتمد عن نقطة الهايبربولة بدي اياها ماكسمم المستقى صفر او غير موجودة وبكمل عمية واحد بس هون لازم اطلع الكيرفجر بشكل عام حتى وانت حقد السؤال واضح بالنسبة للأسئلة هاي حتى نجد نقاط تقاطع منحنيين زي ما خدنا خطين بتقاطع وكذا كذا هاي السي وان وهاي السي تو بتقاطع هم هذا الترين وهذا الترين اخر شو بسوي ضروري جدا اغير برامتر في واحد فيهم فلاحظ انه واحد فيهم بسميه تي والتاني ما بصير اسمي تي بسميه يو نفس فيلم الخط المستقيم هلا عند نقاط التقاطع النقطة تقع على المنحنة الاول وعلى المنحنة الثاني اذا اكس وان تي سا و اكس تو يو وان تي سا وان تي سا وان تي سا بحل الثلاث معادلات كيف بمسك تنتين منهم بطلع قيمة التي واليو وبعوض ها بالثالثة اذا طلعت قد بعض معناته في تقاطع اذا ما طلعت قد بعض معناته ما في تقاطع هلأ ممكن زي ما قلت بالدرس الخط المستقيم ممكن انه يكون في نقطة تقاطع يعني طلعت احداثية نقطة تقاطع اثنين اربعة سبعة وبرضو اثنين اربعة سبعة بالنسبة للثانية بس طلعت التي هون ثلاثة واليو هون صبر اذا بنقول في تقاطع على السكك الحديدية ولكن بدون كوليجين بدون كوليجين اذا طلعت التي واليو قد بعض وفي نقطة تقاطع اثن بنقول نقطة التقاطع هي بصير فيها كوليجين يعني بصير القطارين بتضربوا بعض في هذه اللحظة التي تساوي اربعة واليو اربعة سؤال شو ذات السيركل كذا 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 انترسكت ات رايت انجل ات تي اند كيو لاحظ هاي من نوع ثاني بقولي اثبت انه المنحنيين بتقاطعوا اذا ما فيش داعي ان احل ثلاث معادلات بشوف الزيرو واحد زيرو تقع على R1 ثل تحت اي تأثير يعني لما ثلاث تساوي اندش وتقع على لما R2 يو تساوي اندش وايضا نفس الكل ف R1 باع اثنين هي نفس R2 زيرو اللي هي J يعني شو معناها J 0 1 0 هاي معناها وبالتالي الكيرزميت at the tip of J اللي نقطة P هاي يثبت انهم بتقاطعوا oh so since R1 ثري باع اثنين تساوي R2 باع عوضها انت هاي للT وهاي للU ناقص J يعني صفر ناقص 1 صفر اذن المنحنيين يتقاطعان في النقطة هاي هلأ بدي بدي ايش الزاوية بين الممسات الزاوية بين الممسات هي الزاوية بين المنحنيين يعني المنحنة الناطق الرسمي بتاعه هو مين هو الممس بينما بالسطوح لقدام السطح الناطق الرسمي بتاعه العمودي على السطح اللي هو الgradient لاحقا ان هذا راح يجي طيب بنيجي طالما الناطق الرسمي هو المماس اذن بطلع الر برايم ت وبطلع الر 2 وفتح يو يعني باشتخذ دول بالنسبة لل يو باشتخذ دول بالنسبة الت بعوض عن الت محل الاولى قديش فايح الاثنين واليو بعوض هاوين عند زيرو ما بصير عوض نفس البرامتر لما يتقاطعوا قديش تقاطعوا تقاطعوا عندما تساوي فايح الاثنين واليو واحدة بتحافظ ايش بالزمن بتاعها اذا هاي للمماس الاول هاي للمماس الثاني الضوت بتاعهم زيرو هلأ متجه يعني الضوت بتاعهم صفر اذا معناته اثنين عموديات على بعض افرد ما كانش عموديات كيف الزاوية بطلعها على الضوت بردكت كوسان زيتا تصاوي الضوت جوز على طول الاول في طول نص ستين درجة طبعا بالرادين بحطها باي على ايش ثلاثة وخلصا طبعا الزاوية بين المتجهين المتجهين لازم يكونوا منطلقيين من نفس النقطة مش واحد داخل عن نقطة واحد يطالع عن نقطة لا وما فيش زاوية منعكسة ما في زاوية منعكسة الزاوية معك من صفر الى باي اذا الجتا موجبة بتكون الزاوية حادة اذا الجتا سالب بتكون منفرجة فما تقول زاوية منعكسة ما في منعكسة هلا reversing the direction of the care عندي منحنة من ألف الى با بدي أعكسه وامشي عن نفس المنحنة ما بدي اطلع عن المنحنة السي R R of T وT من A ل B هذا الكير بدي أعكس اتجاهه وأحافظ على هاي فبستخدم R U تساوي R A زائد B ناقص U بجمع الطرف الأول والأخير وبطرح منها ايش اليوم هاي بتشكل لاحظ ضلت R صغيرة يعني النقاط ما تغيروه ما تغيروه فقط البرامتر تغير هاي للR صغيرة من هون لهون الR الكبيرة ع نفس المنحنة بمشي بس بعكس اتجاهه من A برجاء إلى وين إلى B هون هاي لعبة كوسين T زائد T J من 0 إلى 2 pi هاي لو جيت ترسمها حط T 0 كوسين 0 1 و 0 0 هاي R 0 شايفين R pi على 2 هاي عوض R pi R 3 pi وهي بمشي ايش عكس عقار بالساعة هاي RT بتلف الدائرة عكس عقار بالساعة مرة واحدة هلا طلب مني اعكس الاتجاه نفسا منحة بس اعكسها شو بسوي بجمع 0 زائد 2 pi ناقص T ناقص T هاي راحت 0 زائد 2 pi ناقص U هاي كوسين وهاي صين نفس اللي فوق RT هاي اذا رسمتها بالمناسبة R الكابتل حط U 0 بصير كوسين 2 pi واحد وصين 2 pi 0 هاي واحد 0 هاي حط new pi 2 شو بصير طبعا هاي بعد التبسيط احطيك هاي pi 2 كوسين الباعة 2 0 وناقص ناقص 2 ناقص 1 هاي هون هاي ايش R كابتل لمين لل pi 2 اذا كنا هون ثم صرنا هون عوضا في pi بتطلح هاي 3 pi 2 هون اذا ترسم لك الدائرة مع عقارب الساعة هاي مع عقارب الساعة نفس المنحنة ما تغير سؤال براني بآخر دقيقتين find the equation of the plane passing through 2 4 60 and parallel to the plane كده كده بت plane يمر بالنقطة هاي و يوازي مستوى معلوم يوازي مستوى معلوم بدي معادلة هذا المستوى وبالمرة اطلع البعد بينهما طالما انهم متوازين بدي اوجد البعد الثابت بينهما الشغلة بسيطة جدا كون هذول المستوى متوازين اذن العمودي على الاول هو نفسه العمودي على الثاني فبطلع العمودي على هذا شو العمودي عليه معامل محل ال x بحط i محل y j محل z k بتصير اثنين ناقص واحد واحد وما واحد يقول تساوي اربعة غلط تساوي النور مل لسجما كون هم متوازيات اذن العمودي على هاي هو عمودي على الثاني اذن n gama تساوي اثنين ناقص واحد واحد نفسه لو ضربته في اثنين كله بصير لو ضربته في اربعة برضو بصير بس كونه هادي عمودي اذن فهو عمودي عثاني لانه متوازيات ولكن النقطة b تنتمي ل gama اذن بدي هلا معادلة مستوى العمودي معروف ونقطة عليه معروفة اذن بصير اثنين هي من هون والناقص واحد هي هون والواحد هي هون x ناقص النقطة اثنين وين النقطة مش هاي اثنين خلي هيا وz 6 هيا بصتها بطلع عندك ايش اثنين x ناقص y زاد z تساوي 6 هاد المستوى الثاني هاد المستوى ايش الثاني اللي بمر ب اثنين اربعة ستة طيب هلا البعد العمودي بيناتهم لطالب حافظ القانون بقدر يطبق القانون البعد بين نقطة ومستوى اما اذا بدي كل اشتق بالامتحان ساعته والله بديك ثلاث ساعات ما بكفي الامتحان بديك تحفظ شغلات تكنيك قانون شغلات زيك لازم تحفظ طيب هلا بعد بين نقطة ومستوى كيف بسوي بعوض بمحتلة بمعادلة المستوى بعد تصفيره يعني بنقول 4 ناقص 4 سوى سفر بعوض 2 4 6 في المعادلة هاي 2 2 2 هيا ناقص y y 4 هيا زائل 6 z هيا ناقص 4 لاني بدأ صفر المعادلة المطلق لهاي كلها على مربع معامل x مربع معامل y مربع معامل z هذا قانون أثبت لكم إياه في حصة سابقة بسط بطلع الجواب 2 على جدر الستة اضرب في المرافق بطلع جدر الستة على ثلاث يعني هاي 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 البي لو نزلت عمودي هون هاي النقطة شو إحداثيتها هاي اشتغلها في الدار لان الفط شرحت في حصة سابقة بدك تسوي تقاطع خط عمودي مع مين مع مستوى فهاي خليلك إياها بالدار عساس كل ما تحل المسائل كل ما قسرت المسافات يعني السؤال الأول بجوز يأخذ منك ثلث ساعة السؤال الثاني بأخذ ربع ساعة الثالث بأخذ عشر دقائق وهكذا فأنت لا تيجي طالبني تقول لي والله الامتحان طويل الامتحان طويل لأنه ببساطة ما جربت تحل وظائف قبل حل مسائل كل ما حليت كتير كل ما أخذت إيدك على المادة وبالتالي بالامتحان الامتحان بجوز يتخلص قبل الوقت المحدد إليك والسلام عليكم لأنه عندي حصة ثانية هسا بعد شوي مع السلامة بس دكتور دكتور شو سريع علي صوتك بس بس بدي أسألك دكتور الجروب اللي بيحق عنا كيف ممكن نفوت يابني علي صوتك الصوت مقطع بحق الجروب اللي بيحق عنا كيف نقدر نفوت الجروب إيش سايف صوتك بنايب دكتور بدهم رابط جروب الوات اللي بنا تعلي صوتك بتشامع عنا رابط جروب الوات اللي أنت عملتوا إنا بدهم الرابط آم فشكلهم هما ما دخلوا الرابط حطيته بأول الفصل هسا مش حافظوا الله آآ هو الرابط موجود أنت على صفحتك الرسمية تبع تلفات بنات الرابط خدوه من الطلاب أنا مش مضطر أن كل طالب بيجعل حصة أعطيه الرابط فالرابط حطيته بأول الفصل فالمجتهد كان عن دخل اللي مش مجتهد شو بدي أسوي له بدي أعزمه ما فيش عندي عزومة ما أنتوا شايفينه الوزراء اللي بنعزمه بيطلعوا استقاله فأنتوا شوفوا الطلاب الثانيين ودخلوا عن طريقهم السلام